اليوم طبعا قبل ندخل في تفاصيل المباراة حضرت لنة الرقابة على المنشطات إلى مباراة الاتحاد والهلال وهي المباراة الأولى في كاس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كانت النجنة غابت عن الحضور لمباريات الدورية واكتفت بالحضور في كاس ولي العهد المباراة اليوم تم الحضور من خلال لجنة الرقابة على المنشطات وشهدت اليوم بالقرعة أو نتائج القرعة التي تم من خلالها اختيار اللاعبين اللي سيجرع لهم الفحص عددا من التساؤلات عند كثير من الجماهير بعد إعلانها من قبل بدر السعيد أمين عملية الرقابة على المنشطات في تويتر أعلى الأسماء وبعد أن ظهرت حتى في وسائل الإعلام كثير من الجماهير بدأت بالهمز واللمس حول هذا الاختيار اليوم وقع الاختيار على اللاعب الكوري للهلال بيونغ وعبدالله صديري الحالس الاحتياطي ومن الاتحاد هتام بهبري ومشعل السعيد بعض الجماهير تساؤلت كيف يتم اختيار لاعبين احتياط في الهلال ولاعبين يشاركون مثلا حتى كانوا احتياطيا في الاتحاد ثم شاركوا في الشوط الثاني تساؤلت الجماهير حول هذه الآلية مع العلم حسب علمنا أن الآلية تتم عن طريق القرعة وتتم بحضور موثلي الناديين ولكن حتى نقطع بعض الربما التفسيرات أو التأويلات التي تذهب بعيدا على الهاتف ورحب بالساد بدر السعيد أمين عام للترقابة على المنشدات مساء الخير ساد بدر حياك الله بالنور هناك في عادل حياك الله يا غالي اليوم بدأتم الحضور في الكأس بعدها نغبتم عن الدوري أنا طبعا عرفت الأسماء التي تم اختيارها وشاهدت ردة الفعل من قبل الجماهير التي كانت حتى ذهب بعضها إلى الحديث نوعا ما بشيء من السخرية على الاختيار أعرف جيدا أنها تتم عن طريق القرعة ولكن سأترك لك أيضا التوضيح بيونك، سديري، هتان، مشعل كلهم في الاحتياط لكن الفرغ أنه في الاتحاد شاركوا في الشوط الثاني بينما في الهلال لم يشاركون يطيك العادة عادة لله يطيك العافية إذا أنت فاهمت مننا الآخرين إن شاء الله يفهمون هذا الفهم ونخلص من سالفة نظرية المؤامر التي شاركتنا الحقيقة كل أجراء كل أمر يتم فيه في الوسط الرياضي يصاح بالأسف يعني يعني إحنا متمسكة فينا ومترسبة فينا نظرية المؤامرة للدرجة إن أصبحنا نشك في كل أمر يعني وصلك بس هل وصلك بدر تتطور رياضتنا طالما عقلية الجماهير وردود أفعالها تتم بهذه النظرة السودوية لكل شيء بدر ما عليك شاء بدر الجمهور عام المكمل في الأخير ولا بد أنه يعي يعني لا نشكك لمجرد فقط ألوان الفرق أو غيره القرأة إجراء دولي مثل ما أتفضلت معتماد ومتبع في جميع دول العالم الاتحادات الدولية اللي تشرف على الألعاب الجماعية بدر تسمعني؟ أسمعك معلش لو ترفع صوتك وحاول تسمعني أكثر لأنني قاعد أبقا بس بسلك عن شغلة قبل أن تدخل في التفاصيل هل وصلك أولا الشيء اللي رصدته هنا ولا أنا يعني أبالق ردة الفعل أقصد والله والله يعني مثل ما أتفضلت يمكن على مستوى شخصي أنا أقول لك يعني اللي واجه يعني أكررنا على مستوى شخصي ما يصير بتويتر مثلا على سبيل المثال أو حتى يعني الأيام اللي تعقب المباراة دائما من جمهور أو من يقابل كثير مكان أو حتى على مستوى المنتديات وغيره تجد الشكوكي ما أدري الكلام اللي قلت في المقدمة كان ظاهر أو لا أنا كنت أتكلم الحقيقة عن نظرية المؤامرة اللي دائما تكبرنا الحقيقة عن التقدم كل ما وكل أمر يتم يعني أو كل إصلاح أو كل مجهود يتم في الوسط الرياضي دائما ما تواجه الجماعير للأسف لنظرية المؤامرة طيب عطينا الإجراءات بدر عشان نقطع القرعة مدر ما تفضلت يا عادل هو إجراءة دولي معتبت متبع في جميع دول العالم وفي الاتحادات الدولية اللي تشرف على العاب الجماعية طيب القرعة يعني تتم على جميع اللاعبين المشاركين في المباراة سواء كان أساسي أو احتياطي ما ينفرق الأمر المباراة هذه يعني لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة اللي تظهر فيها القرعة اللاعبين من لكة الاحتياط يعني سبق الموسم الماضي وحتى في كاس سيدي ولي العهد كان فيه نتائج اختيار اللاعبين في القرعة كانوا من الاحتياط العجيب أن جميع الأندية يعني هذا أمر غريب الحقيقة طبعا غريب بالاتجاه الإيجابي جميع الأندية وأكد لك هذا الشيء عادل يعني داخل الملاعب ما سبق أبدا وأنا أتحمل هالكلمة أنه واجهنا أي احتجاج من أي فريق في أي دعبة جماعية في المملكة على نتائج القرعة يجبين هالك الفريقين دائما يحضرون إجراءات القرعة ويوقعون استمار نموذج معتمد أنه موافقين على صحة وسلامة إجراءات هذه القرعة نعم وبالحضور كذلك مراكب المباراة طيب كل إجراءات القرعة تتم تحت نظرهم ردت في الجمهة حقيقة غريبة يعني أنا أكرر أنه يعني هم الجمهور جزء من تطور الرياضة فلابد أنه نساعد على مثل هذه المفاهيم أنها توصل يعني لا يكون سوداوين دائما في نظرتنا ولا تحط لجنة المنشطات ولا تود يوم من الأيام أن تكون طرف في الصراعات طيب بدر إن شاء الله يعني إجراء نظامي يعني تكون عليه الأندية وما واجهنا اعتراضي لو كان في الأمر سوء أو غلط كان الاعتراض يتم يعني المبادرة تكون عن طريق الأندية طيب بدر بدر ما عليش خلينا أسألك بشكل سريع إحنا بعدين إن شاء الله يعني حنحضر بشكل واضح وحنوضح للجمهورة أكثر عشان تكون بالصوت والصورة لكن اللي يعرفون أنه بالأرقام اللاعبين في ظرف صحيح ويتم اختيارها من قبل من يعني كل نادي في ظرف ويختار رقمين وتطبيق الأرقام بالأسماء المدودة في القائمة بحضور موثلين ناديين يتم سحب الأرقام أو سحب القطع اللي تحمل الأرقام بين شرطة المضارات وتحرض في مضارير بتوقيع المناديب الأندية والمراقب ومسؤول الفحش في تلك المضارات الدقيقة ثلاثين الشرط الثاني يتم فتح المضارير خلف الحكم الرابع في أرضية الملعب الأمر متاح للجميع إنه يشاهده ويحضر ممثلين فريقتين ونفس المراقب مرة أخرى تفتح المضارير وتهضرها الأرقام ويطفل طوابق أرقام مثل ما تفضل ترقم التيشيرت أو القميص مع القائمة ويسجل اسم اللاعب لأنه بكل بساطة واحد من الثمنتاعش طيب تكملون تحضرون في المباريات كاملة في الكاس ولا تختارون بالقرعة أيضا مباريات ولا كيف يتم الاختيار كل بطولة عفواً كل دور من كل بطولة يكون فيه جميع الآن المشاركة يعني تفحص بنفس العدد من الفحوصة بمعنى الآن الآن في دور الثمانية بما فحصنا الاتحاد والهلال يفترض أن الدور الثمانية ما ينتهي إلا جميع الفرط اللي شاركت في دور الثمانية حاصرت على نفس العدد من الفحوصة هذا الإجراء اللي يحقق يعني يعني واحد من المباراة سواء ذهب وإياب تحضرون لكل المباريات ذهب أو إياب هي حددت يعني ثلفا وكنا ننتظر فقط يعني القرعة لأن زي ما تعرف تمويل بطولة الكاس وكاثري العاد بميزانية اللجنة فهي مسبقا كنا فقط ننتظر القرعة حتى يعني تحدد وبعدين الأدوار اللي بعدها بتحضرونها بشكل منتظم ولا نفس الشي لا يعني اللي حصل في كاس ولي العاد سيكون مماثل تقريبا إلى حد قريب كاس سيدي خالي الحرمين العام الماضي نفس الكلام كان كاس ولي العاد وكاس الملك نتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا جميع شكرا لتاحة الفرصة شكرا بدل السعيدة من عمر لنترقافة على المنشطات بعد اليوم التساؤلات لأنه احنا نعرف ليش بس احيانا بعض التساؤلات تطرح ربما تفتح تأويرات تفسيرات كثيرة فلذلك نغلق الباب من أولة حتى لا نترك مجال لمثل هذه التساؤلات عموما